دكتور زاكار نحن الآن أعلى جبل صغير ننظر إلى أحد الأودية بالقرب من بحر إيجا في قلعة في مدينة ميسينيا ميسينيا هو اسم هذه المنطقة لكنه يشير أيضا إلى الثقافة التي سادت الأرض اليونانية الرئيسية بين عام 1600 وعام 1100 قبل الميلاد وجدت ثلاثة ثقافات سائدة خلال العصر البرونزي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الحضارة الكيكلادية في الجزر الكيكلادية والحضارة المينوسية على جزر كريت والحضارة الميسينية على أرض اليونان تم بناء هذه القلعة في ذروة قوة الحضارة الميسينية وتم توسيعها عدة مرات يمكن رؤية السبب الذي دفعهم لاختيار هذه البقعة فهي ليست أعلى جبل فحسب بل تطل على واد هائل المساحة تم اختيار موقع يسمح لهم بالنظر إلى مواقع أي عدو محتمل من مسافة كبيرة جدا وبالتالي يتمكنون من الاستعداد بشكل جيد وتوجد أسوار هائلة الحجم أيضا ويقع الموقع على طريق مباشر بين بحر إيجا وخليج كورينث والذي لا بد أنه كان موقعا هاما في التجارة بين إيطاليا والشرق الأدنى تبادل تجار ميسينيا البضائع في جميع أنحاء حوض البحر المتوسط من الشرق الأدنى وصولا إلى إسبانيا صعدنا أعلى تل شديد الإنحدار وعبرنا من سور هائل ضو صخور هائلة مرورا ببوابة الأسد وإلى اليمين عبرنا دائرة المدافن الأولى التي تم ضمها عند توسيع أسوار المدينة ثم صعدنا مجموعة من الطرق المنحدرة حتى وصلنا القصر ذاته حتى وصلنا ما نعتقد أنه القصر على القمة نرى مجموعة من الغرف وتسمى الغرفة الأخيرة ميجارون وهي قاعة كبيرة توجد في القصور اليونانية فقط نعتقد أنها كانت قاعة استقبل فيها الملك الجمهور انتقلنا إلى قاعة محكمة كبيرة وعلى الطرف الآخر نستطيع تمييز قواعد لأعمدة ضخمة كانت تدعم سقف المدخل وعند المرور أسفل ذلك السقف نصل إلى الدهليز ومن هناك انتقلنا إلى القاعة التي تسمى ميجارون وفي وسط الغرفة كانت توجد أربع أعمدة وموقد هذه تركيبة معمارية نلاحظ تكرارها في قلاع ميسينية أخرى تمت إعادة اكتشاف الموقع في القرن التاسع عشر بواسطة رجل أعمال ألماني يدعى هاينريش شلمان كان مقتنعا بأن كثيرا من ما كتبه الشاعر هومر له أساس في التاريخ ويربط هومر منطقة ميسينيا بالذهب إذن نستطيع تخيل السبب الذي جعل شلمان يرغب في العثور على هذه المدينة الأسطورية وقد عثر عليها بالفعل وعثر على الذهب في الحقيقة في دائرة المدافن الأولى التي عبرنا منها قام المكتشف شلمان بحفر القبور فقد تم دفن النخبة من الشعب الميسيني مع الكثير من القطع الثامينة واتضح أن هذه لم تكن مصادفة مع أشعار هومر وفي الحقيقة يعود ذلك إلى فترة أقدم لذلك عند مشاهدة عنوين مثل القناع الذهبي أجمم نون لا يجب أخذ هذا الاسم بشكل مسلم به هذا صحيح فقد تم تسمية الأزاء بأسماء ذكرها هومر وقد أصبح هذا حقيقي هل يجب أن نعود للأسفل ونلقي نظرة أخرى على دائرة المدافن الأولى بالقرب من موابة الأساد هيا بنا وبسير أسفل التل إلى اليسار نمر بدائرة مدافن كبيرة ويطلق علماء الآثار عليها اسم دائرة المدافن الأولى وهذه أحد دوائر المدافن التي تحتوي مدافن رأسية فأغلب دوائر المدافن تم حفرها بوسطة فريق الشليمان وكانت في الأصل خارج أسوار المدينة لقد تم تضمينها داخل المدينة لحوالي عام 1250 قبل الميلاد وتتكون الدائرة ذاتها من مجموعة من الحجارة الجيرية المسطحة والمغطات بألواح أخرى مما أنتج مساحة داخلية تحيط بالقبور ذاتها هذا الشكل الدائري الرائع يزودنا بفكرة عن مدى أهمية هذه المساحة ربما وجدت أفكار لتكريم الأسلاف الذين تم دفنهم هنا لكن بالنسبة لجميع العظماء السابقين كانت هذه عبارة عن آثار وكلما تبقى هي الأساسات وأجزاء من الجدران ثقافة ميسينيا بأكملها مرت بعصر مظلم تم تدمير مثل هذه القلاع خلاله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر